السلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا رب كلكم تكونوا بقالف صحة وخير ومعاكم ايمان سعيد النهاردة هنعرف طريقة عجينة السكر ازاي بتفرديها وازاي بتشتريها وازاي كمان تعملي منها الاشكال الجميلة دي الفرد مش ان احنا نفردها بس لا ازاي كمان تشغليها معاك وتبقى مزبوطة نبدأ الفيديو بتاعنا بصلاح الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام ونسمي الله معايا هنا دي عجينة سكر العلبة دي او العبوة دي نص كيلو العلبة دي بتبقى محكمة الغلق بتأكد من تاريخ الصلاحية بتاعها الاول واول ما بفتح العلبة بتكون معايا جوا كيس زي ما احنا شايفينها كده وبيكون الكيس ما فيهوش اي هو تحسي ان هو مشفوط معاك بعد كده بجيبها انا بحتفظ بها في التلاجة في التلاجة من تحت مش في الفريزر بجيبها وباجي استخدمها انا جايبها نص كيلو بخمستاشر جنيه بقطع قطع على قد الاستخدام زي ما احنا شايفين بنلاقيها مفرولة وبتتقصر معنا انا بقطعها بالسكينة عشان هي بتبقى نشفة بعد كده زي ما احنا شايفين مش بدعكها لأ بحاول ألمها واضغط على بعضها ما تدعكيش وتفردي وبعدين تلمي ده هيدخل لها هوا وهتلاقيها عاملة زي فقعات معاك كده وانت بتفرديها فمتحاوليش تدخلي فيها هوا كل اللي بتعمليه بتلمي وتضغطي تلمي وتضغطي شايفين سهلي جدا لحد امتى بعمل الحركة دي لحد ما بحس ان هي بطلت تفرول معايا ولانت وتحس ان هي بقى فيها سنة سخونية والطريت تحت ايدي وبقت زي العجينة ولما باجي اضغط او ادوس عليها احس ان هي بتشد معايا هي كده لسه متعجنتش كويس اول ما بشد كده وتلاقيها عاملت معاك زي الاستك لكن فيها ترميلة او بتقطع او بتفرول معاك بدعك فيها كمان لمدة حوالي لحظات كده هي ما بتاخدش وقت هي كده بقت جاهزة معايا خلاص زي ما شفناها فيها مطة وطرية وبقت نعمة ومش بتقطع معايا شايفين بقى لمها سهل ازاي وعملت معايا كورة طيب لو تبقى معايا جزء تاني بحط جوه الكيس بتاحها تاني وبحاول اخرج منها اي هوا وبدخلها جوه العلبة وبحكم افلها كويس جدا وبحطها في التلاجة من تحت مش في الفريزر باركنها طبعا لو هستخدمها على طول باركنها لحد ما بشغل الباقية التانية او القطعة التانية لكن مش باركنها مكشوفة باركنها جوه كيس وبرده هو كمان بحاول اخرج منه الهوا دي التانية شايفين الكيس لازق عليها ازاي بخرجين منها اي هوا شايفين وبتبقى صلبة وجمدة اما باجي قطعها هبتكهر معايا بالشكل ده هفرت دي بنفس الطريقة او هشغل دي بنفس الطريقة لو مش عارفة تكصريها بقى باديكي تكصريها كده بالسكينة شايفين بفتفتها الاول او بكسرها الاول وبعد كده ببدأ اعملها برضو الباقي منها بحطه في كيس بخرج منه الهوا بحطه في علبته واقفلها كويس وبحطها في التلاجة من تحت هنشوف دي بقى كمان اوضح بصوا انا بلم واضغط وفي نفس الوقت بحاول اسحب كده الورب حيس ان انا اعرف هي شدت معي ولا لا الدعك فيها زيادة ما بيبقاش حلوة يعني ما بتعمليها كتير وتقولي لا دي هتنعم اكتر واكتر لا اول ما تنعم معيك وتلاقيها مطت وما بقتش مفرولة او محببة او خشنة فورا بتوقفي دعك فيها او او عجن علشان هي بتوصل لدرجة معينة وبتسيح فاحنا طبعا مش حابين نوصل للدرجة دي طيب لما باجي بقى افردها شايفين هي لسا مفرولة وخشنة زي معي وبتقطع معنى كده ان هي محتاجة لحظات ما حاولش زي ما قلت ادخل فيها هوا يعني مش افرد وشدها الفوق بعدين انزلها وعجن زي العجين لا احاول قلمها اول باول كده على بعضها لما باجي افردها بفردها على كيس او على ورقة زبدة علشان ما تسحش معيك وتلزق في الصينية او في التربيزة اللي انت بتفرد عليها شايفين هي كده وصلت معايا للين اللي انا عايزاها ببدأ قلمها بتلم معايا بسهولة زي العجينة بالضبط شايفين سهل التشكيل ازاي اول ما بيبقى ملمسها ناعم بوقف على طول دعك فيها او عجلة هنيجي بقى هنا لتشكيل الوردات كله طبعا بيبقى شايف الوردات الجميلة دي اللي بتبقى على الكيكات ما بيعرفش يعملها انا هعمل وردات صغيرة لو انت حب الوردة تبقى كبيرة اعملي كبري بس الكور بتاعتها بعمل حوالي 6 او 7 كور صغنانين وبعد كده ببدأ افردهم بصوا انا بفرد على الكيس ازاي علشان ايدي ما تسخنهاش وتسيحها معي بفردها كده بخليها دوريات ما بخليهاش رؤية قوي ولا تخينة قوي بعملهم كلهم كده وبحطهم كده واحدة على نص التانية لحد ما بيبقوا معي شريط بالشكل ده باخد بقى هنا الف حتة كده صغيرة من عجينة السكر بس بلون مختلف واعملها زي عصية صغيرة كده وبحطها في الوسط وببدأ الف عليها الوردات او الدوريات اللي انا عملتها الشكل ده كون معي كده وردتين بقصه من النص وببدأ ازبط الوردة من تحت كده اهي المها على بعضها وببدأ افرد الدوريات اللي انا عملتها كده بالراحة وافرقهم بعيدة عن بعض الحد ما بتاخد معي شكل الوردة الجميل ده شايفين شكلها قدقي حلوة وصغيرة وشكلها حلو جدا كمان القلب بتاحها لونوبينك فعمدي معاها شكل حلوة طبعا تقدر تعكسي الالوان او تشترق اي لون انت حباه انا ما بفضلش الالوان الغمقه علشان الالوان الغمقه ممكن تطلع في اديكي وانت بتعمليها بعد كده انا بعمل الفيونكات او الفيونك اللي انا حباه بفرد حتة كده على كيس بلاستيك وبقصها او بقطعها شرائط وباخد الشريط وبعملوا شايفين الطريقة بتتعمل ازاي تابعوها وهي بتتعمل سهلة جدا اي حد مننا هيقدر يعمل فيهم كعادي خالص بعد ما بتعمليها طبعا على الرخامة او على التربيزة بتشليها وبتزبطيها على الكيكاية زي ما بتحبي انا بزبط الشكل الاول وبعدين بقطع الشرائط اللي نازلة دي على قد الطول اللي انا حباه باخد بقى واحدتين كده بعملهم على شكل استوانة كده رفيع علشان اعملهم مسكة الفيونكة وما تفكش معي تقدري كمان الشرائطين دول تعمليهم مختلفين طبعا هي تحس ان هي طرية معاك في الاول لكن لما بتجي تحطيها على الكيكاية بتبدأ تزبطيها وبتاخد معاك الشكل والسبات اللي انت هتسبيها علي لكن طول ما هي في ايدك كده او على التربيزة هتحس ان هي طرية شايفين انا عملت قفلة الفيونكة وهحط لها واحدة كمان بينك لما اجي احطها على الطرطية اهي بزبط ده على قد ما بقدر وبفتح فتحتين كده للشرائط اللي تحت الجميلة دي علشان تاخد معايا شكل فيونكة الهدايا يعني هي سهلة جدا ما فهاش اي تعقيد بعد كده بقى بشيلها وبحطها على الترطية وبحط لها الشريط اللي انا قلت عليه وعملت كمان وردتين بعكس الالوان هي تشغيلها سهل وشيراها سهل وده كان فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم انتظروا الترطية دي ان شاء الله الفيديو الجاي كان معاكم ايمان سعيد اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام